باتشيكو النهاردة او موسيماني النهاردة كان فيه تصريح مهم جدا في المؤتمر عمر محب ما ترجمش ليه عمر محب ما ترجمش والكلام النهاردة على باتشيكو نشوف اللقطة دي ونرجع لكم تاني باتشيكو النهاردة بفوت اركض ابص قدامي في اللي بحط رجلي فين وشوفنا زمانك لعب اول ماتش فانا مش هرد عليها مش معتليني يرد على تعليقات وده وكاة نظر الشخصية هو حاركي اعتقد بتكلم قبل بقتل اتكلم قبل كده على قلينا قبل دول افريقيا وبعد النهائي وحور حاجة خصها ده دي ترجمة عمر محب اللي كان فيها ترجمة خفيفة جدا في الكلام هو كان ضيف معايا مبارح وقال لي ترجمة لازم تكون حرفية ولكن هنا عندي موقف كل الاحترام لموسيماني كل الاحترام لفاتشيكو كان عندنا ازمة بقالنا فترة ان دايما احنا طلعنا مصطلح هنا في البرنامج كل شخص يبص في ورقته احنا لا مع موسيماني ضد فاتشيكو ولا مع فاتشيكو ضد موسيماني فاحنا في النهاية مع الصح الصح ان كل بني ادم يبص في ورقته فاتشيكو الحقيقة ممكن يكون دي تاني مرة او تالت مرة ان هو بيروح للخصم في حديث انت تتكلم او تتحدث ممكن كيفما تشاء من وجهة نظرك تتحدث ان انت عندك طموح توصل للنهاية تتحدث عن صفقاتك على اللي انت عايزه ولكن الزهاب في الحديث للخصم هي دي المشكلة وهي دي كداما المشكلة الفترة الماضية ما بين الاهل والزمالك وكلنا عارفينها هنا هتكلم هنا هرد هنا هرد هنا هتكلم الجمهور هيطلح هنا فحطلح هنا عشان ابقى بطل وهطلح هنا ارد على الجمهور ومش هنخلص ومش هنوصل لحاجة فارجو من موسيماني زي ما قال النهاردة كده انا مركز خطوة خطوة باتشيكو برضو تصريحاته يركز خطوة خطوة يركز في طموحاته عايز يطلع مرة واحدة يطلع مرة واحدة لا موسيماني لي علاقة بالنادي الزمالك ولا باتشيكو لي علاقة بالنادي الاهلي وده اللي النهاردة رد عليه موسيماني في رد الحقيقة سياسي جدا 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 باتشيكو كان ليه قبل كده حديث عن صفقات النادي الاهلي وهي برضو مش في محلها لان في الاخر كل نادي بيتكلم عن صفقاته بيتكلم على ظروفه إما توصل أن يبقى فيه لقاء مع المنافس أو مع الخصف هنا ممكن أن أنت تتحدث عنه أنا بتكلم كده عشان الأمور تمشي بشكل هادئ المرحلة القادمة